اشتركوا في القناة وجاءت مشاركة مجموعة القتال وطائرات سلاح الجو الملكي البحريني تنفيذا لتوجهة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وذلك حرصا من جلالته على كل ما من شأنه تعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية ومساهمة في تجسيد الأهداف والطموحات تحقيقا للتكامل المأمول فيما بينها بهدف تعزيز وتقوية التعاون العسكري المشترك بين الدول الخليجية والعربية والإسلامية بالإضافة إلى الارتقاب بالكفاءات ورفع الجاهزية القتالية وتدريب القوات المشاركة على الآليات والمناهج القتالية الحديثة واكتساب المزيد من الخبرات من مثل هذه التمارين الميدانية التعبوية بمختلف أشكالها وقد أدت مجموعة القتال التابعة لقوة دفاع البحرين دورا فاعلا أثبتت من خلاله كفاءتها الكبيرة في تنفيذ متطلبات مختلف مراحل تمرين رعد الشمال من حيث القيادة والإدارة والتنظيم بجانب القوات الشقيقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والصديقة ونفذت مجموعة القتال المرحلة الختمية للتمرين بكل كفاءة واقدار كما شاركت في العرض العسكري بكل تمكن وإتقان ترجمة نانسي قنقر